أعرب الرئيس عبد الفتاح سيسي عن تقديره قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوتها للهدنة ووقف الاختتال في قطاع غزة وأكد الرئيس سيسي أن مصر حذرت في السابق من أن تساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة لفتا إلى ضرورة يحترم الجميع سيادة مصر ومكانتها محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة مبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة ده مهم قوي لأنه طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون ليه يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه مبارح كان فيه طيارات مسائرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان المكان اللي هي جاء منه أنا حذرت قبل كده من أن التساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة والمنطقة كده هتبقى عبارة عن كنبيلة موقوتة موقوتة تأزين كلنا تأزين كلنا عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة زاد سيادة وأرجو أننا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها وهنا الكلمة اللي حولها دي ملايش مش معنى يعني تباهي أو تماهي مصر دولة قوية جدا لا تمس مصر دولة قوية جدا لا تمس